استخدموا اعتذروا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالة حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كذبوا ليؤمنوا وكذلك جعلنا لكل نبي العدو وانشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زفر فالقل هرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصفر الله إليه أخدات الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضموا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزلهم من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وله ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزعون بما كانوا يقترفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتوهم إنكم لمشركون أرى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ينشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجربيها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما لا يشعرون وإذا أجلاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى لا نهتا مثل ما لا أمت يرسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون اللهم أكبر